تعلمنا الآن أن طيار أو مجموعة الشحنات المتحركة تتأثر بالمجال المغناطيسي وأيضا تعلمنا أنه يمكن أن يولد مجال مغناطيسي وهذا يطرح سؤال ما هو الأثر لسلك واحد يحمل طيار على سلك آخر يحمل طيار لنقوم بهذا لنرسم أول سلك يحمل طيار باللون الأخضر هذا أول سلك يحمل طيار والطيار سنرسمه باللون الرجواني ونسمي هذا طيار واحد وهنا لدينا سلك آخر يحمل طيار ليس بعيداً عن الأول وسأسمي هذا الطيار بآي إثنان هذا الطيار بآي إثنان الآن ماذا هناك لنعرفه حسناً لنقول أن لديك دائرة نصف قطرها R نقول وأقول نصف قطر لأنه عملنا في الفيديو السابق أن المجال المغناطيسي المتولد من أتيار في موصل ليأخذ شكل استوانة دائرية حول السلك لنفرض أن المسافة من هذا السلك إلى هذا السلك هي R المسافة هي R بين السلكين وسؤالي لك وقبل أن نخوض برياضيات ماذا سيحدث هنا ماذا سيحدث هنا حسناً نحن لا نعلم مقدار التيار وكل هذا الآن لكن ماذا سيحدث ماذا سيكون الأثر الكلي على هذا السلك ولنفرض ولسبب ما تم إصلاح هذا السلك أو يمكن القول أنها عائمة في الفراغ لنركز الآن على سلك رقم 2 هذا السلك 2 وهذا السلك 1 ماذا سيحدث للسلك 2؟ حسناً لنفكر في هذا السلك 1 التيار سوف يولد مجال مغناطيسي وبأي شكل يبدو هكذا المجال المغناطيسي حسناً يمكن استخدام اليد اليمنى ونجعل اليد اليمنى تلف حول السلك وهذا مختلف عن الضرب الاتجاهي بالرغم من أنه حاصل ضرب اتجاهي حسناً وهذه هي اليد اليمنى وأنا ألفها حول بعضها وإذا كان الإبهام في اتجاه التيار هذا اتجاه التيار تماماً عندها المجال المغناطيسي سيسير في اتجاه الأصابع إذا ستكون حول هذا السلك وإذا رسمت المجال المغناطيسي حيث يتقاطع مع الشاشة على الجانب الأيمان سيسير إلى داخل الشاشة إذا سوف نرى فقط نهاية خط المجال المغناطيسي وسأرسمه بنفس لون التيار هذا هو المجال المغناطيسي تأثير يجري إلى ما لا نهاية على الرغم من أنه I1 يصبح أضعف بكثير مما تعلمنا وهو يتناسب عكسياً مع R هذا المجال إلى I1 يمكن رسمه هكذا سأملأ الشاشة ومن ثم ماذا يحدث على هذا الجانب يمكن رؤية الأصابع وهي خارجة للخارج إذن مع الشاشة ستكون خارج الشاشة على هذا الجانب باتجاه خارج الشاشة باتجاهك جيد I1 يسير في هذا الاتجاه ويولد مجال مغناطيسي على الأقل من طرف I2 حيث المجال للمغناطيسي يسير إلى الداخل ومن الصفحة ما هي الصيغة الرياضية؟ وهذا كله يأتي من أول الصيغة تعلمناها عن تأثير المجال المغناطيسي على الشحنات ما هي الصيغة الرياضية لمجموع الكوة للمجال للمجال على سلك حمل تيار ماذا كانت القوة؟ سأرسمها بالأزرق القوة بالأزرق حسناً هذه هي القوة سأكتبها هنا هي متجه له مقدار واتجاه ويساوي التيار وهنا نريد معرفة القوة على هذا التيار التيار 2 الناشئ عن هذا المجال المغناطيسي سيساوي I2 إذن القوة ستساوي I2 مقدار هذا التيار ضرب L لا تستطيع أن تقول ما هو التأثير على هذا السلك يجب أن تعلم كمية السلك المأخوذة بعين الاعتبار لنفرض أن لدينا طول السلك وأكيد إذا عرفنا أطول الأسلاك سنستطيع معرفة الكتلة ويمكن معرفة التسارع لنفرض أن هذه المسافة هي L وهي كمية متجهة التسير في نفس اتجاه التيار وهذا متعارف عليه ويجعل الأشياء أبسط إذن هذه هي L هذه هي L حسن القوة على هذا السلك أو على هذا الطول سيساوي تيار إثنان ضرب L ويمكن تسميته تسمية هذه بL إثنان للتمييز إذن هذه كمية متجهة يمكن أن أجعلها سهم كامل ليهم هذه فقط ملاحظة رأيت بروفوسورات يفعلونها في كلا الطريقتين ورأيتها مكتوبة في كلا الطريقتين ضرب المجال المغناطيسي الموجود فيه ما هو المجال المغناطيسي الموجود فيه؟ المجال المغناطيسي سأسمه بالإرجواني المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار واحد إذن هو مجال مغناطيسي واحد وهو هذا المجال المغناطيسي وقبل الخوض بالعمليات الحسابية ما هو الاتجاه للقوة الكلية؟ وهنا نقول أن تيار هو كمية قياسية لهذا هذا لن يؤثر ما هو اتجاه الاثنان؟ هذا الاثنان لم أضع الاثنان على الرسمة ما هو اتجاه الاثنان؟ هذا في الأعلى ومن ثم اتجاه بواحد المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار واحد هو يسير إلى داخل الصفحة هنا سنقوم بالضرب المتجهي أو الاتجاهي لنرى إذا كان ممكن سحب هذا هذا سهل لرسمه أضع اصبع السبابة في اتجاه الاثنان إذن اصبع السبابة سيكون باتجاه الاثنان ومن ثم اصبع الوسطى في اتجاه المجال إذا أصبع الوسطى سيشير إلى أسفل إلى داخل الصفحة والأصابع الأخرى ستفعل ما تفعله بطبيعة الحال ومن ثم الإبهام سيكون في اتجاه الكوة الكلية وهذا ضرب اتجاهي وقد ترى بعض المعلمين تعلم الضرب الاتجاهي بطرق أخرى كيفية وضع الإبهام في اتجاه واتجاه المجال وكفك هناك الكثير منها هي أشكال مختلفة نفس الشيء أجد هذه طريقة سهلة أكثر لأن عند الضرب الاتجاهي إصبع السبابة هو أول طرف من الأطراف والإصبع الوسطى هو الطرف الثاني في الضرب الاتجاهي والإبهام هو اتجاه ضرب المتجاهي على أي حال هذا اتجاه الاثنان المجال المغناطيسي يسير إلى داخل الصفحة والإصبع الأوسط في داخل الصفحة والإبهام سيكون في اتجاه الكوة للمجال المغناطيسي إذن هذا اتجاه الكوة إذا كان هذا الطيار يسير في هذا الاتجاه والمجال نعرف من قاعدة اليد اليمنى أنه يكفز أو يظهر هنا ويسير هنا وتأثير الذي يحمله على السلك الآخر حيث يسير الطيار بنفس الاتجاه ويكون منجذب له إذن القوة الكلية ستكون في هذا الاتجاه هذه القوة الكلية يمكن القول القوة من واحد إلى اثنان هذا هو العرف يمكن للناس آخرين أن يقولوا أنها القوة المعطى من اثنان على واحد هذه القوة المعطية من واحد إلى اثنان كتبتها بهذا الشكل الآن ماذا ستكون القوة من اي واحد على اي اثنان ماذا سيكون التيار ما هي القوة هناك هذا سيكون نفس الشيء لنرسم المجال المغناطيسي لأي اثنان سنقوم بتطبيق قاعدة اللف على هذا الجانب المجال المغناطيسي سيكون إلى داخل الصفحة ماذا سيكون مجال اي اثنان المغناطيسي سيقفز خارج الصفحة إذن سيكون للخارج لخارج الصفحة لقد قمت بعملية التفاف التفاف اليد ولفها على السلك بهذا الشكل إذن هذا هو مجال اي اثنان ومن ثم سنكتب أنا القوة لنأخذ لنأخذ القوة لنأخذ مسافة معينة لنسمي هذا بالواحد إذن القوة من التيار اثنان على السلك واحد والطول الواحد إذن القوة من التيار اثنان على السلك واحد ستكون هذه ستساوي ستساوي i ستساوي i1 التيار 1 ضرب الواحد وهذه كمية متجهة ضرب اتجاهي مع المجال المغناطيسي للتيار 2 إذن هذا ضرب المجال المغناطيسي للتيار 2 وسنقوم بنفس عملية ضرب الاتجاهي هنا نضع إصبع السبابة في اتجاه الواحد هذا ما تفعله مع أول طرف في الضرب الاتجاهي ونضع الإصبع الوسطى في اتجاه بي 2 والإبهام سيدل على اتجاه القوة الكلية لنرسم هذا لنرسم اليد ولتعرف قبل أن تفعل هذا لننظر في اليد فقط لنتأكد من أنني أرسم بشكل جيد إذن السبابة في اتجاه i1 والإصبع الأوسط في اتجاه آسف إصبع سبابة في اتجاه الواحد وهي نفس i1 ومن ثم الإصبع الأوسط الإصبع الوسطى سيكون في اتجاه المجال المغناطيسي بهذا الشكل بشكل مستقيم وبقية الأصابع ستكون في الاتجاه الطبيعي والآن انظر في راحات يدك والإبهام سيشير لست أكيد سأتأكد من صحة هذا لا 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 كنت أرسم اليد اليسرى هذا خطأ لا تريد رسم يدك اليسرى بل يدك اليمنى بقعدة اليد اليمنى نعرف الضرب الاتجاهي لنرسمها أسفل هنا إصبع سبابة يسير في اتجاه في اتجاه الواحد الإصبع إصبع الوسطى يقفز للأعلى لأعلى المجال المغناطيسي المتولد من i2 ويكفز خارجا من الصفحة إذن الإصبع الوسطى يكون للأعلى وبقية الأصابع في اتجاه الطبيعي وننظر لراحة اليد عندها الإبهام سيكون في هذا الاتجاه إذن الضرب i ضرب ب2 الضرب الاتجاهي ل-i ضرب ب2 خارجا من الصفحة والقوة الكلية ستكون في هذا الاتجاه هناك شيء من التماثل هنا هذا السلك سينجذب لهذا السلك هذا السلك سينجذب لذلك السلك في النهاية إذن كان يطفان في الفراغ سيصبحان شيئا فشيئا قريبين من بعضهما ونصف الكطر سيصبح أقرب أو أقل وستقتربان ويتسرعان باتجاه إحداهما الآخر بمعادلات متزايدة على أي حال لقد نفذ الوقت في الفيديو التالي سنقوم بنفس المبدأ لكن مع بعض الأعداد أو الأرقام أراكم قريبا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر